السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله دميعا ويا أهلا وسهلا طيب اليوم إن شاء الله راح نركب البلاستيك للبيت المحمي والبلاستيك هذا عدة أنواع فيه منه 200 مايكرون وهو الأجود يعني السمك للبلاستيك هذا 200 مايكرون فيه اللون الأصفر هذا وفيه لون أفتح منه أبيض وفيه لون أيضا فضي معجل يعني هذا بالاستطاع أنك تشوف اللي خلفه وتميزه يعني مثلا عندنا المقص هذا راح نحط المقص نور البلاستيك نحن نشوف أنه موجود مقص فيه نوع ثاني ما تدلوش اللي موجود فيه شكل كذا لكن ما تميز الفضي صراحة أنه أجود هذا بحريني وهو أيضا جيد و200 مايكرون وراح ركبوا البيت المهمي طيب ما هي المواصفات الرول هذا كاملا 70 متر تمام والعرض يعني طوله كاملا 70 متر عرضه هو مطوي أكثر من طيئة تمام العرض 5 متر ونصف تمام هذا بما أنه خمسة ونصف راح نقسمه بالنصف تمام راح يطلع تقريبا مترين وخمسة وعشرين صانتي كل جزء وراح نبدأ نركب في الجهة هذي مترين وخمسة وعشرين مترين وخمسة وعشرين ارتفاع للأعلى لكن هنا ستة متر واربع متر يعني عشرة متار بارتفاع مترين ونصف هذه التركيبة الأولى أولى ثم التركيبة الثانية راح تكون من أعلى البيت المهمي من السقف ليش؟ علشان هذا القطع اللي تحت تلبس على البيت من الأسفل من الجوانب يصير القطع اللي من فوق جاية فوقها فلما تجي أمطار ومياه ورياح وغبار ما تدخل داخل تمام يصير هذا الجزء العلوي اللي احنا مركبين ومغطي على الجزء هذا طيب نبدأ نتوكل على الله ونقص المتر اللي عندنا صغير فلذلك احنا قاعدين نقص على 2.5 يعني كل ما وصلنا إلى 2.5 وهذه 250 اللي هنا يعني 2.5 نضع علامة هنا وبعدين نطوي الجزء الثاني من الرول هناك تمام نطويه طي كامل في منفرد قطعة جديدة 2.5 لحد ما نوصل إلى 10.5 تقريبا بعدين نقص قصينا الآن تقريبا 10.5 هو ثلاث طبقات هذه الطبقة الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة طبعا طول الطبقة السفلية الطويلة هذه 1.5 وهذه 1.3 تقريبا احنا راح ناخذ طبقة من هنا وجزء من الطبقة لأن هذه طبقتين واحدة راح تكون مع الجزء الأسفل والطبقة العلوية هذي راح تكون مع الجزء الأعلى لذلك القص راح يكون من هنا بطول الشريحة أو البلاستيك كاملا راح يقص من هنا راح نحصل على مترين ونص تقريبا لكل جهة بعد ما قصينا من نص أصبح عندنا قطعتين هذه 10.5 تقريبا أو ربن وأيضا هذه نفس الفكرة بارتفاع مترين ونص تقريبا هذه راح تكون على الجوانب عشان نقفل فيها راح تبقى علينا القطعة العلوية هذه راح نشتغل عليه فيما بعد أهم شي أن نثبت الجوانب طيب يا جماعة الآن راح نستخدم للثبيت البلاستيك المسامير هذه تلاحظون عليها جلدة البلاستيك وراها قطعة من الحديد اللي يسمونها وردها أو شيء من الكلام هذا تمام وبعدين المسمار نفسه الفائدة من البلاستيك هذا أنه ما يجعل البلاستيك يتقطع أثناء ما هو ممسك عليه أيضا في فكرة ثانية أنه نفس ليات البلاستيك تأخذ منها قطعة صغيرة و تثبت المسمار هذا فيها طبعا أنا ما أحتاج أنا أركبها باستمرار فلذلك هذا يكفيني أيضا المسافات ما تكون بعيدة عن بعض علشان الهوى ما يقطع البلاستيك عليك الله أكبر الله أكبر ردنا المغرب طيب حنا ركبنا القطعة الأولى هذه تشوفوا أنه ما كنا ركبنا شيء هذا هو باللون الأصفر تمام باقي لنا بس نشده ركبنا الواجهة هذه والواجهة اللي في الخلف هذه أيضا تمام راح نكمل عملنا صراحة مزعج كل شوي بالدريل وكذا أيضا الدريل يدوي ممتاز لمثل هذا أيضا طريقة تثبيت بالشكل هذا يعني الزوايا أو النهايات يفضل أنك تطوي هذا مرة أو مرتين بالشكل هذا ثم تثبته تمام وراح يكون إن شاء الله جيد لا تثبت النهايات على خط واحد زي هذا الله أكبر الله أكبر إن شاء الله سبحان وعلي يسر لنا ولكم وراح نكمل الجزء الثاني بعد الصلاة ثم الجزء العلوي الآن عندنا الباب حق المحمية متلين وسبعين سانتي لازم نقصله أيضا شرائح التبريد في جنبها قطع صغير أنا نركبها رح نكمل حياكم الله جميعا النواع التعب يا الله نكلا ضيئ لنا تعب طيب قفلنا الجهات كاملة قفلنا من الأعلى هذه مراوحنا الارتفاع ما شاء الله رائع جدا الباب صلحنا هاي هون لبسناه شوفون التسمير والشغل من شاء الله طيب الآن احنا باقي عندنا بس الزاوية هذه رح نشتغل عليها بعدين رح نبدأ نضاف الموقع كامل نخرج كل شيء أيضا رح نختبر شرائح التبريد حياكم الله حياكم الله خلصنا بعون الله سبحانه وتعالى باقي فقط الحساسات تبع الحرارة والبرودة وهذه طبعا أدة أنواع يعني ممكن أنه تجيب زي هذا هذا جيد ممكن أيضا اللي سمونه الميكانيكي هذا الميكانيكي أيضا جيد ممكن العادي هذا يعني هذا أيضا يعني سهل في البرمجة بسعره رخيصة قريبا جيد يعني حدا ومتع طيب باقي الأعمال إن شاء الله رح نكملها غدا إن شاء الله الآن رح نعمل تجي الوابسيط نشوف درجات الحرارة كم عندنا الآن الآن الرطوبة عشرين درجات الحرارة خلي يشتور شوي بس نشوف شي أحصل معنا طبعا بكرة الصباح إن شاء الله لا بد أن يعمل يعني لو تركت ما يعمل الماء رح تكون هنا درجات الحرارة عالية بزيادة هي بالعادة تصل هنا إلى ستين سبعين تقريبا أيضا المراوح لا تعمل لا بد أن يشغلها ف بإذن الله أنا رح أخلي هذه تعمل وخلي المراوح أيضا تشتغل يدويا وليس على المنظم بس لحد ما يعني تقريبا المغرب بعد المغرب كده ممكن أبدأ أشوف التايمر ومالتايمر وكده طيب الوضع جيد هنا إن شاء الله نقول تعممت طبعا لو اشتغلت المراوح على طول درجات الحرارة راح تبدأ تنزل وهي راح تنزل الآن وطوبة بدأت ترتفع إن شاء الله بس تشتغل المراوح بصير لداء جيد الآن شغلنا مروحة واحدة يدوي إن شاء الله بكرة نربط التلتين نشوف الحرارة كانت ثلاثين الآن سبع عشرين إن شاء الله تنزل اللوح كامل تعمم يعني كله ماء ما شاء الله بإذن الله سبحانه تعالى بكرة نكمل ما تبقى شكرا لكم جميعا نعطيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته